انتشرت أنباء على تويتر حول تعروض امرأة هي فانيسيا ترامب زوجة دونالد ترامب الابن لهجوم بمادة الجمرة الخبيثة القصة انتشرت بعد هذه التغريدة من دونالد ترامب الابن الذي قال فيها إنه ممتن لأن صحة زوجته وأولاده بخير بعد تعروضهم لهجوم في الصباح صرح دونالد ترامب الابن أنه يعتقد أن أعدائه هم من أرسلوا إليه المسحوق المشبوه في رسالة بريدية أدخلت على إثرها زوجته إلى المستشفى في نيويورك بعد أن فتحت مغلفا استلمته بداخله مسحوق أبيض وخضعت بعدها للفحص الطبي الاحتياطي وعلم بعد ذلك أن الرسالة كانت موجهة إلى دونالد ترامب الابن في حين قال متحدث باسم شرطة نيويورك إن محتوى المغلف لا يشكل تهليدا